موسيقى مساء الخير وأهلا بكم أسبوع جديد وكلمة أخيرة النهاردة سيد رئيس الوزراء كان في زيارة إلى سيناء وشمال سيناء الحقيقة ومعاه سبع من الوزراء لاستعراض خطط التنمية في المنطقة يمكن دي مرة من المرات القليلة اللي رئيس الوزراء بيكون موجود فيها مع هذا الحجد من الوزراء زار المستشفيات زار المحكمة اللي أعيد إنشاءها مرة أخرى واللي استشهد طبعا قضاتها ومنهم شقيق المستشار عمر مروان تجولوا في الشوارع تجولوا في أماكن كثيرة جدا نتكلم رئيس الوزراء عن إنه إحنا سعداء إن إحنا بنتجول في هذه المنطقة بكل أمن وأمان وده معناها إنه يد التنمية أولا وصلت إلى هذه الأماكن والتانية أخرى طبعا الجيش المصري قدر إنه هو يحقق التأمين لهذه المنطقة والقضاء على كثير من الإرهاب على هامش الزيارة تكلم عن الأوضاع الاقتصادية وده الحقيقة الحديثة لكلنا كنا منتظرينه خاصة إن إحنا مثلا الـ 48 ساعة اللي فاتوا كنا بنشوف الدولار بيطلع وينزل شفناه بيلامس 32 جنيه يوم الأربع قبل أن يتراجع مرة أخرى لـ 29 ونص تقريبا بكرة ما نعرفش هيفتع عن إيه فكنا محتاجين وقلنا ده كتير عايزين الحكومة تشرح للناس تتكلم معهم تقولهم ماذا يحدث وماذا يجب أن يتوقعوا لأن كل تغير في السياسة النقضية أو في السياسة المالية أو في السياسة الاقتصادية عموما بيؤثر على حياة الناس النهر ده تكلم يعني عن البنك المركزي وتحركات البنك المركزي تكلم أيضا وكان فيه عنده أخبار سعيدة للفلاحين وقال إن الأسبوع المقبل سنشد سعرا جديدا لتوريد القمح للفلاحين والرئيس كان طلب ده عدة مرات سعر عادل سعر محفز للفلاحين عشان يوردوا القمح بدل ما نستورده من الخارج واتكلم أيضا عن استمرار الحكومة في الفراج عن البضايع في المواني وقال إن احنا أفراجنا حوالي 8.5 مليار دولار من البضايع هنتابع تصريحات رئيس الوزراء وهنتابع أيضا فريقنا لكرة اليد اللي بيخود منافسات المونديال ما بين السويد وابولندا مبارح ولأول مرة دمنا النفوذ على كرواتيا 31-22 نتصدر المجموعة غدا بكرة فيه لخاء مهم مع المغرب آخر تصنيف لمصر كان المرتبة السابعة في 2021 إن شاء الله النهاردة نتعدى ده شوية ونطلع فوق مع الكبار أما في النصف الثاني من حلقتنا فهنناقش كيف يواجه المواطن الفترة الاقتصادية الصعبة اللي بنواجهها كلنا واللي سندوق النقد الدولي قال يعني يا إحنا قدامنا كده سنتين مش لطاف يا جماعة يعني هو قال لك إنه بداية التضخم هتبتدي تنخفض في العام المالي 24-25 لكن أو يعني نوصل للتضخم اللي إحنا مستهدفينه لكن السنة دي صعبة السنة الجاية ما نعرفش فإحنا يعني دي تقارير الدولية وتقارير صندوق النقد كيف بقى نواجه ده إحنا إحنا عارفين سمعين الحكومة بتعمل إيه لكن إحنا بقى كمواطنين يعني نقدر ندبر ميزانيتنا إزاي نشتري إزاي فين المنافذ الأقل سعر بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية طب محتاجين إن إحنا ضروري نجيب تلاجة نجيب غسالة نغير حاجة حنعمل ده إزاي بالتقصيد ولا نشتري كاش أفضل التقصيد ده طريقة أولا كل التمويل الاستهلاكي زاد بنسب مرتفعة جدا زاد تقريبا 100% في أول 18 شهر من 2022 طيب ده مش بيمثل عبق على دخل المواطن ولا لأ هنعمل إيه إزاي نقدر نحدد فين الأماكن الغالية وفين الأماكن الرخيصة كل ده هنحاول إن إحنا نتكلم فيه كيف نواجه كمواطنين نزبط ميزانيتنا إزاي نقدر نواجه ده إزاي بينما خاصة إن الحرب مكملة والأزمة غالبا مكملة معنا شوي يولا نبتلها اشتركوا في القناة